بعد تجدد عمليات القصف على مناطق غوطة دمشق الشرقية خلال الساعات الفائتة ارتفع عدد الصواريخ التي أطلقتها قوات النظام على مدينة عربين وأطرافها والتي يرجح بأنها من نوع أرض أرض إلى عشرين صاروخا بالتزامن مع استهداف بست صواريخ على مناطق في مدينة حرس دون ورود معلومات عن خسائر بشرية هذا وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أيضا بسقوط خمسة قذائف أطلقتها قوات النظام مساء أمس الأحد على أماكن في مدينة عربين بغوطة دمشق الشرقية فيما ارتفع عدد من فقدوا حياتهم أمس في غوطة دمشق الشرقية عموما إلى أربعة قتلة هم مواطن في حمورية واثنان أيضا في قصف مدفعي على مدينة سقبا والأخير نتيجة القصف المدفعي على بلدة كفر بطنة فيما أصيب العشرات من المدنيين بجراح متفاوتة الخطورة وبذلك يرتفع إلى عشر بينهم مواطنة وطفلان عدد القتل الذين وثقهم المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ معاودة الطائرات الحربية بعد عصر يوم السبت قصف الغوطة الشرقية بعد غياب القصف لنحو أربعة وعشرين ساعة فيما أصيب نحو خمسة وثمانين بجراح منذ مساء أمس من ضمنهم أكثر من خمسين مواطن أصيبوا أمس وبالانتقال إلى درعا جنوبا قتل عنصر قوات النظام جراء سقوط قذائف أطلقتها الفصائل المنتشرة في بعض أحياء منطقة درعا البلد ومخيم النازحين على مناطق سيطرة قوات النظام في مدينة درعا بينما ردت قوات النظام مساء أمس على ذلك بقصف أماكن في مخيم درعا ولم ترد معلومات إلى الآن عن خسائر بشرية كما أفادت وكالة وسان التابعة للنظام بإصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة جراء انفجار لغمين أرضيين وعبوة ناسفة من مخلفات جبهة النصرى في الأراضي الزراعية المتداخلة بين ريفي دمشق الجنوبي الغربي والقنيطر الشمالي